اليوم رح نحكي عن خطة وردوبريس من شركة نيمشيب الشهيرة شركة نيمشيب شركة قديمة جداً صلى أكثر من 20 سنة بالمجال بالأول كانت شركة دومينات وبعدها ضمت خطط استضافة ومن جديد حوالت VPN كمان أسعارها رخيصة وأداءة جيد خوادمة بأمريكا وأوروبا وبتعطيك دومين مجاني لمدة السنة كمان خلونا نتعرف سوا على استضافة نيمشيب وعلى خطة وردوبريس فيها ورح نحكي عن عرضنا الخاص عليها لكن بعد الشارع تابعونا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمي وعضو الصلاة والتسعين على سيدنا محمد وعضو صحفي أجمعين كيف حالكم إخواني اليوم رح نتكلم عن خطة وردوبريس من شركة نيمشيب الشهيرة طبعا شركة نيمشيب صلى أكثر من 20 سنة بالمجال تقريبا كانت شركة دومينات بعت ضمت بالإضافة للدومينات خطة استضافة طبعا شركة شعبية جدا ومشهورة في كل أنحاء العالم وده الفيديو التعريفي عشان تشوفوه عن خطة وردوبريس وده الرابط إذا حبيتوا تضغطوا عليه عشان العرض بتاعنا ورح نتكلم عليه في الآخر إن شاء الله طبعا الآن خصم 50% أو حسب وقت مشاهدتك للفيديو بسرعة قد تزيد قد تنقص عروض شركة نيمشيب دائمة إن شاء الله ده خطط استضافة نيمشيب وردوبريس طبعا خطط وردوبريس غير الخطط المشتركة دي مصمم خصيصا لأنظمة الوردوبريس اللي هي لينوكس طبعا بينما الاستضافة المشتركة بإمكانك تنزل عليها أي نظام أو أي شيء حابه هنا مصمم خصيصا للوردوبريس لذلك نحن بننصح إذا أحد بده يفتح تدوينات أو مواقع وردوبريس بننصحه فورا إنه يشترك في الخطط الوردوبريس اللي بتكون أفضل وجاي اوبتيمايز للوردوبريس طبعا دي الخطط التلاتة رح ندخل على الموقع الرئيسي ونشرحهم عشان تفهموهم أكتر واللي حابب إن كانوا يطلق على التفاصيل بالعربي طبعا كلها واضحة وهنا كيفية الشراء من الموقع مصور طبعا كله بالتفاصيل بإمكانكم تطلقوا عليه الآن إذا حبينا نروح عشان نشوف التقييم شركة نيمشيب ده موقع تراست بايلوت الشهير موقع التقييم العالمي فمنشوف شركة نيمشيب ماضي 412 ريفيو لكن للأسف نجمتين ونص بور يعني فقير الآن دي طبعا دول عملاء وليسوا يعني من بره 412 اكسيلانت ماضي 37% لكن للأسف باد ماضي 49% يعني السيئة أكتر من الإكسيلانت لكن في جريت يعني معدل نجبتين ونص ودي الرفيوهات العملاء يعني شو باش تكو ناس يعني بمدحو ناس بزمو الله أعلم طبعا بالنسبة لسعره يعني أعتقد يعني ممتازة يعني سعره رخيصي يعني جدا ومشهوره شعبية لأن إذا نتقلنا لموقع التقييم الثاني سيد جابر موقع التقييم العالمي الثاني لكن ذاك أقوى فهنا نتفاجأ أنه مارد مليون واربعمائة ستوتمانين الف ريفيو أربعان جوم ونص أعتقد يعني الله أعلم باعتقد أن الرئام مبالغ فيه قد يكون الشركة دافع له وقد يكون صح الله أعلم المهم يعني نحن بالنسبة للأرهام منشوف هنا يعني خمسة جوم مارد مليون يعني والله أعلم بصحة الله ودول يعني اللي عب بشكروا من الشركة كله خمسة جوم الله أعلم على كلين فهنا مارد أربعان جوم ونص زي ما انتم شايفين فالله أعلم إذا رحنا عموقع التالت ده نيمشيب ريفيو ده خاص بالإضافة فما نشوفه نيمشيب مارد 6.3 من 10 ثلاثة نجوم من أصل خمسة وللأسف مارد فيدباك إيجابي سبعة وثلاثين لكن ثلاثين فيدباك سلبي يعني الصراحة ترتيبه هون بالشركة دي والشركة الأولى اللي قلنا عليها ترتيبه عادي جدا فهنا مارد ترتيب أربعمية وستة وتسعين من أصل أربعة تالاف وثمانية عشرين شركة استضافة فالله أعلم لأن إذا حبينا نحكي عن إيجابيات وسلبيات شركة نيمشيب طبعا أول إيجابية إلى أن إستضافة مشتركة رخيصة جدا يعني إن كان الإستضافة المشتركة إن كان الورد بريس إن كان الفي بي اس يعني وحتى الدومينات يعني بصراحة نحن نتعامل مع الشركة دي من زمان من سنوات يعني أداء متوسط خلينا نقول لكن للخطط المبتدئة أو للشخص المبتدئ جدا ممتازة يعني يبدأ بشركة نيمشيب مننصحه يبدأ بشركة نيمشيب على الأقل لي أحسن من هستي جيتر أو أي بيج أو بلو هست حتى فمننصح فيها الميزة الثانية خيارات مراكز البيانات لجميع حزام الإستضافة يعني بإمكانك تختار مركز البيانات بتاعك داتا سنتر اللي أنت عاوزه بأي بلد طبعا في بلدين الميزة الثالثة سوية تثبيت واستخدام ورد بريسي يعني دي استضافة سهلة خاصة للمبتدئين الصراحة سهلة وسالسة وممتازة ودعم فني يعني جيد لا بس في يعني تعطيك كمان دومين مجاني من دي السنة يعني دي بتوفر عليك حوالي 14 دولار طبعا بالإضافة للدومين بتعطيك حماية الخصوصية برضو دي خدمة يعني في شركات لإستضافات تعريبا ب12 دولار سنويا فدي بتعطيك أول سنة مجانية عشان تشجع المبتدئين فنحن بننصح في المبتدئين صراحة ممتازة جدا جاهزية المواقع طبعا ممتازة جدا للمبتدئين لكن للمتوسطين اللي عنده أو كذا بننصح في شركات تانية زي لكن المبتدئين اللي راح يبدو فدي أنسب وحدة وأرخص صار يعني عندهم الميزة اللي بعدها جاهزية المواقع عالية 99.9% يعني إن شاء الله بتدخل عن مواقع ما بتلاقي واقع أو رسالة 504 وهي مثل أو رسالة 504 زي ما قلنا فده مواقعك يعني إن شاء الله شغالي على طول اللي ببعض أحيان أرية بسلو الصيانة الميزة بعدها مسالية متوافقة مع ورد بريس والبعدها دعم فني على مدار الساعة والأخير سهوة الاشتراك والبدء مع الشركة يعني لما ده تبدأ بسهولة إن شاء الله بإمكانك تبدأ وتدخل على السيبانيل وتشتغل رأسا تشتغل رأسا يعني إن شاء الله على طول بسهولة إن شاء الله أما سلبياتها أول سلبية إنه ضمان استعالية الأموال 30 يوم فقط الحقيقة يعني ما السلبية دي يعني 30 يوم بعتقد مدة كافية طبعا شركات المحترمة جدا جدا القوية قد تعطيك 45 حتى شركة امواشي بتعطيك 90 يوم حتى شركة ايتو هستنگ بتعطيك الريفاوند بأي وقت بتحبه إن شاء الله بعد سنة تشترك يعني إنت حضرتك إذا اشترك ثلاثة سنوات بمكانها بعد سنة أو بعد سنتين تلغي لكن بقطعوا لفلوس المدى المضيط وبرجعوا لك فلوس المتبقية السيئة بعد أعداد شهادة SSL أمر صعب يعني بده شوية خبرة لشهادة SSL اللي هي بتاعت HTTPS السلبية الثالثة بقطع فيه خدمة دعم فني طبعا بسبب الضغط الكبير عليهم لأن عندهم ملايين مواقع شركة نيمشب يعني من أكبر شركات لاستضافة والدومينات في العالم فشي بده يكون يعني فيه ضغط على الدعم الفني السلبية البعدة خططها غير مخصصة للشركات الكبيرة والبعدة يعني زي ما أنا للمبتدئين فقط ننصح للمبتدئين ولربما المتوسطين إذا أخذوا الخطة التانية أو التالتة لكن ما بننصح بالشركات الكبيرة أو مواقع الترافيك الكبير ما بننصح بيه السلبية الأخيرة يجب تحسين خدمة العملاء والبراج التعليمية فيها يعني زي ما قلنا دي يعني إن شاء الله سبيات قليلة يعني مقدور عليها خاصة للمبتدئين يعني الشركة ممتازة جدا جدا للمبتدئين بننصح فيها لأن إذا حبينا ندخل على الرابط ندخل من المقاري أو بإمكانها من نضغط هنا أو من أي رابط هنا يعني نفس الشيء بإمكانها نضغط هنا ده الموقع الرئيسي بتاع نيمشب طبعا نحن عشان ما نضيع لأن الشركة ما شاء الله عندها خدمة دومينات إذا حقاب بالدومين مثلا نقل دومين أو حماية الدومين أو دين اس يعني فهنا هنا دي عشان الهوستنج دي ورد بريس إذا عاوز تسبيل تطبيقات سيكورتي الحماية اللي انت عاوزه فنحن حاليا بأنه رح نحكي عن نضغط هنا الآن دخلنا على يعني بإمكانك تحكم فيه زي ما انت عاوز طبعا دي الخطط الثلاثة زي ما انتم شايفين الآن منشرح شغلة شغلة إن شاء الله فأول شيء نزلنا هنا طبعا دي الخطة ولي عاوز سنوي فإذا ما انت ليه أول شهر رح اعطوكي بالدولار لكن بعدها رح يرفع السعر عليك فنحن نفضل رأسا تضغط على السنوي الآن دي الأسعار بالسنة الخطة الأولى إذا ضغط من رابطنا عملي لخصم ثلاثة عشرين بالمية اللي بد السنة طبعا الخطة الثانية الخطة الأولى اسمها Easy WP Starter WP يعني WP يعني Easy WP Starter يعني لا المبتدئين الخطة الثانية Easy WP Turbo الخطة الثالثة 49.88 طبعا خصم الخطة الثالثة الصراحة سنة 50% يعني لمدة السنة فممتازة دي اذا حبيته لكن للمبتدئين بننصح بصراحة بالخطة الاولى دي الان ندخل بالتفاصيل مساحة الهارد بيعطوك 10 جيجا مخصصة لك طبعا نوع SSD السريع يعني مش HDD البطيئة زي أو كزا فنحن دايما نرجعنا منقول انه ننصح فيه للمبتدئين فدي يعني 10 جيجا ممتاز بالنسبة للهارد بالنسبة للفيزيتور يعني بتسمح تقريبا الخطة الاولى بزي خمسين الف زائر يعني يوميا معدل الف وستمائة زائر يوميا فاخذ الخطة الاولى اذا كان عندك زوار ميتين الف تقريبا يعني تقريبا طبعا شهريا بننصح بالخطة الثانية الخطة الثالثة خمسمائة الف الان الخطة الثانية بالاضافة لدي بتعطيك قوة معالج واحد ونص تقريبا جيجا هيرت يعني زي معالج ونص او اكثر بالخطة الثانية الخطة الثالثة بتعطيك معالج يعني معالجين دول كور او سناء النوات وتعطيك رامات برضو اثنين جيجا تقريبا رامته اما دي بتعطيك واحد ونص تقريبا اما الخطة الاولى ما فيه فحضراتكم يعني اللي انت عاوزه طبعا التجديد اه اذا عازت انه تجدد لازم تنتبهوا للنقطة فانا بعد ما اشترك سنة مساء عاوز اجدد رح يحسبو ليها تسعة عشرين فاصلة تمانا وتمانين الخطة التانية رح يحسبو ليها تمانا وستين فاصلة تمانا وتمانين الخطة التالتة رح يحسبو ليها تمانا وتسعين فاصلة تمانا وتمانين فلازم تنتبهوا طبعا الخطة التالتة بضمنو لها ان الموقع ما يقع يعني يعني نسبة عالية جدا ان الموقع ما يقع اما الخطة الاولى والتانية يعني ما بضمنوه جدا يعني معناها في صيان كتير الخطة التالاتة بتضمنو تسبيت ورد برس بسهولة اه بتعطيك قوة في الكلاود ازا او استرفع او موقع او كزا و يعني نسخ احتياطي وسهولة استرجاع الموقع لا سمح الله اذا اتعرض للهكرز او هجمات او هجمات الميلوير او لزي منو اه في عنده كمان هم بتمكنك من خدمة يعني التحكم بالداتابيس والدخول لموقعك ورفع الملفات عبر خدمة وبتعطيك اه برضو تمر ازي اه فري دومين تعطيك دومين مجاني دعم فني للدومين اه تلاتين يوم زي مؤلنا اه ضمان استرداد فلوسك وخدمة هنا اربعة عشرين سبعة اه هنا ازا نزلنا انه هنا الخطة الاولى او التانية بنصحوا فيها خمسين الف واحد دي اسرع بتلات مرات عن شركات الاستضافة العادية ودي انه تسعة وتسعين فاصلة تسعة وانه سهولة تنصيب وسرعة يعني على طول الشغال ان شاء الله متوافقة مع مع يعني هنا بتعطيك اه وسهولة عمل آآ سهولة الحماية تركيب اس اس ال آآ عشان الحماية زي مؤلنا انه في سهولة فيها يعني عشان الحماية تركيبها وهنا زي مؤلنا اس اف تي بي اس ويعني والداشبورد سهلة الان شركة نيمش بتقرين نفسها مع شركة اه قو دادي ومع شركة دابليو بي انجين فمنشوف مثلا خطة الاولى بتاعت اه اه ايزي وورد بريستارتر عشرة جيجا اه مساحة الهرد ام ووتنتين قو دادي ودابليو بي انجين برضو عشرة جيجا اه بيج فيوز يعني بامكان يدخل يتفرجوا عليه شهريا حوالي خمسين الف اما الجو دادي بتسمح لك لخمسة عشرين الف يعني هما بتتحمل اكتر بتطلب منك تعمل اوبجراد وبردو ال دابليو بي انجين ليمتد يعني محدودة بخمسة عشرين الف اما هنا بتحتمل لك على قول الشركة انه خمسين الف اه زائر شهريا وهنا السار ثلاثة فاصلة ثمانية وثمانين شهريا اما شركة جو دادي عنده السار عشرة دولار تقريبا شركة دابليو بي انجين خمسة وثلاثين دولار فاشوفوا السار يعني تقريبا العشر بالنسبة لبين دابليو بي انجين وبين اه وورد بريس اه بتاعت نيمشيف. الان اه ازا حبينا بنضغط من هنا او من فوق مسلا نحن حابين ندخل والله يعني انا حسب ما ليشايف يعني بنصح بالخطة التالتة دي يعني سيف خمسين مش راح اجرب انتوا عاوز تضغط هنا مش مشكلة يعني نفس الشي انا راح اضغط هنا لاني خمسين دولار رخيصة جدا مع كلها نميزات بضغط خدع الان بعد ما ضغطنا على الاشتراك بالخطة التالتة بطلع لي اني اسجل بالشركة انا اذا عندي حساب قادم بحط له طبعا نحن بنحط له سين اوب عشان اسم جديد بنحط الاسم الاول الكنية الايميل اليوزر النام الباسورد هنا وبعد ما نحط له اليوزر النام والباسورد هنا نختار الباسورد ولازم نحفظه او نحفظه على المتصفح مش مش مشكلة يعني بنعطيه سين اوب انا راح اسجل دخول ونستمر ان شاء انه نكمل الان بعد ما سجلت دخول طبعا بالشركة بارسلوه لي ايميل عشان اكتفو اه بعطي اكتيفيت بيدخلني انا نسجل دخول انا حطيته مسلا نيو ديال الفين سبتعاش زي ما انتم شايفين يعني اه لان اه دخلت لهنا دخلني النافذة البعدة اه علشان طرق الدفع عاوز اه كريدت كارت ولا بايبال ولا توب اوب اه الفونتز فنحن راح نحط مسلا اما بايبال اللي عنده بايبال او كريدت كارت مسلا نحن اه كريدت كارت بيستهل هنا بحط له الرقم البطاقة هنا الاسم اه صاحب البطاقة الكونيا او الاسم التاني اه الشارع المدينة الولاية اه زيب كود بيمكن كنت عدوه ده من جوجل وهنا البلد لو عاوز اه طبعا تختاره يفضل دائما ان تكون معلومات صحيحة لاني هما بتأكدوا منه طبعا بعد ما نملى البيانات بشكل صحيح نتأكد اه كله انه صح مسا هنا الخطة الثالثة زي ما قلنا خمسين دولار بالسنة والحقيقة صار جدا نقيص وانا بنصح فيها احسن الخطة الاولى او التانية ولكن يعني لاني عاملين انا خصم خمسين بالمية اه بعد ما نخلص بنضغط برسلونا الايميل اه على ايميلنا وبيعطونا اسم مستخدم كلمة مرور او وبيعطونا اي ان ندخل عشان ندخل عالسي بانيل بتاعتنا وبنقدر اه برضو اذا حاببين مسلا دا مسلا انا اسم مستخدم سجل فيه ففي عندي داش بورد في عندي بروفايل فمسلا اذا دخلت على الداش بورد باشوف هنا الدومين باشوف هنا الهوستنج انا ما حاجزت الهوستنج حالية الورد بريس فبدخل عليها بامكاني اشوف التفاصيل بتاعته مش مشكلة يعني دومين ليست مسلا كل التفاصيل اه بامكانكم تشوفوه هنا اه بكتبوه برودكت ليست مسلا ازا فيه شيء اه اشتريته كله اه تشوفوه حتى ربط الاس اس اس ال كله من هنا من لوحة التحكم اللي هي بتاعت دي بامكانكم تشوفوه كله تشوفو البروفايل اه سابورت بين يعني كل اللي انت حضرتك عاوزو من اه بتشوفوه بالداش بورد هنا وبتحكم وفي كده بكون ان شاء الله انتهينا من عملية الشراء والان اه ننتقل لعرضنا الخاص اللي قلناه عرضنا الخاص على خطة وورد بريس على من شركة نيمشيب اه اه ننزدخل على المقالة او بالامكان اه الرابط اه راح نخطه بالدسكريبشن طبعا منضغط هنا عشان التسهيل نشوفوه اه ده عرضنا الحصر عرض بلاك فرايدي للصراع عرضنا الحصري على نيمشيب اه وورد بريس او حتى الخطط المشتركة لازي يكون اشتراك اقل شيء سنة اه ده بريزنتيشن بالاول ودي معلومات عن الكورس طبعا هو كورس اه ربح من كليك بانك او ربح من ماكس بونتي سعر هو سبعة وتسعين دولار راح توضو مجانة بازن الله لكن بشغط اقل اشتراك تشترك سنة يعني لا شهر ولا ستة شهر ما بطلع لك الكورس فبتشترك سنة اه تضغط ازا حبيت الاشتراك تضغط من هنا اه عشان تاخد الكورس اه مجانة ان شاء الله او من الرابط اللي بالاعلى او الرابط نفس الشيء ومنتمنى هتقروا التعليمات هنا عشان ما يصير اخطاء بالعملية الشيراء ان شاء الله بعد ما تخلص عملية شيراء بتضغط املأ الفون بعد شيراء استضافة من هنا وبتكمل معنا فتمنى ان الفون بتاع تحط لنا بياناتك نحنا بنقوم بالتأكد منه انه مساء ما راح مشترك بخطة شهر او ستة شهر او كزا طبعا نحسب خطة الاستضافة نحن بندعم كل الخطط وحوالي خمسة عشر شركات استضافة فنحنا بنرسلك اسم استخدم كلمة مرور عشان تدخل على منطقة العملاء وتتفرج على الكورس اللي هو كورس اه ربح من كليك بانك او كورس الربح سارة سبعة وتسين دولار راح تاخده مجانة مجرد ما تشتري من رابط بتاعنا اللي بالاعلى زي ما قلنا وان شاء الله طبعا هو كورس عملي مية بالمية وان شاء الله ربح بازن الله بتحقق ومش عاوز بجت كبير فنحنا حانيا راح نمشي خطوة خطوة نضغط املأ الفون بعد شير استضافة من هنا طبعا بعد ما حضرتك اشتريت الاستضافة او في بي اس او كلاود اه ضغطنا هنا دخلنا على معلومات شيراء الاستضافة زي ما قلنا هنا بتحط عنوان بريد الكاتروني اسم مشتري بالمشتري رقم فاتورة دومين اه تاريخ شيراء الاستضافة نتمنى تكون معلومات صحيحة اه صورة سكرين عشان طبع بالمعلومات اللي موجودة عنا دي صورة سكرين شوت مسلا نحن رافعينا سايت جراوند اه اشتركنا بالشركة دي طبعا اه مسلا كنموزاج تاريخ الاشتراك رقم فاتورة دومين ده نحط له اضافة ملف ومنرفع ملف من عندنا اه صورة اه مسلا عن ايميل او عن كذا بإمكانك تمسح البيانات اللي مش عاوزة تظهر يعني مسلا رقم البطاقة وهو طبعا الايميل مش رح يظهر الا كان عشان نحن نتأكد مسلا نطابع بالمعلومات اللي عندنا مسلا دومين ان كان رقم فاتورة تاريخ الاشتراك كله بظهر فهنا رابط حسابك الفيسبوك للإضافتك للجروب السري او رقم مع كود الدولية مسلا زي مصر صفرين اتنين او سعودية صفرين تسعمية وستة وستين وهكزا هنا الكورس اعاوزه مسلا كورس الربح من كريك بانك الفين وعشرين واللي عاوز كورس الربح من ماكس بوينتي الفين وعشرين دول بشماله العرض طبعا في ملاحظة مهمة انه الاقل العرض تكون مشتركت حضرتك مع شركة من الشركات دي خطة سنة وما فوق اقل من سنة ما نتعرف يعني ستة شهر تسعة شهر شهر شهرين يعني ثلاثة شهر من سنة وفوق تاخد العرض ده نحن راح نطابع بالمعلومات اللي عندنا عشان نتأكد دي الشركات اللي مندعمها فقط حسرا اللي بتشوفها حضرتك بالفورن ده هي الشركات اللي مندعمها مسلا يعني شي حوالي خمسة عشر شركة مسلا الاخيرات دول لول في كلاود في يعني مسلا فقط او كلاود يعني خطة العادية لشارد ما ما مدعمه يعني الكورس ما مش عرضة عليها فقط للفي بي اس او الكلاود طبعا في نقطة مهمة بالنسبة للاي تووستينج بالاضافة للكورس راح يكون في عنا بونس مجاني اضافي خمسة عشرين دولار راح نشوفه يعني بالاضافة لكورس الربح من كليك بانك او الربح من ماكس بونتي في عنا كورس بونس مجاني راح نتكلم عنه بعد خلالين نضغط ارسال اه هنا نحن بتجينا المعلومات اه من طاب قبل عنا ازا كان شراءك صحيح وخطواتك ماشية صحيح ان شاء الله راح نعطيك رابط تدخل على منطقة الكورسات دي اه طبعا ده كورس الربح من كليك بانك اه الفين وعشرين سارة سبعة سعين دولار زي ما انتم شايفين وده كورس الربح من ماكس بونتي الفين وعشرين برضو سارة سبعة سعين دولار وده البونس اللي تكلمنا عليه الاستضافة ايت حصرا اللي بيشترك باستضافة اي توست ان كان استضافة ان كان في بي اس ان كان كلاود اي طبعا سنة وفوق راح نعطيه بالاضافة لكورس من هالكورسين اه بونس مجاني اللي هو خمسة عشرين دولار ازا ضغطنا هنا على كورس الربح من كليك بانك مسلا لان دخلنا على كورس الربح من كليك بانك زي ما انتم شايفين الفين وعشرين سار الكورس اه سبعة وتسعين دولار طبعا نحن بنعطيك لوج ان المعلومات تسجيل الدخول عشان تدخل على منطات كورسات وتشوف الفيديوهات براحة براحة اه هنا المقدمة عن كليك بانك طريقة اختيار منتج اه زي ما انتم شايفين يعني شرح ادلات تتب وعرفها وتعديد صفحة لو بطع الاستضافة اي توستنج نحن لزلك بننصح يعني بصراحة اه مسلا اي تو هستنج ان كان في بي اس ان كان كلاود ان كان هستنج اه شارد اه عشان نحن شروحنا كلها على استضافة اي توستنج حسرا فلزلك بننصح فيها لاني مسلا شارحين سيباني شارحين رابط الدومين شارحين كله رفل مسلا لانديك بيج رابط تتبع كله على استضافة اي توستنج فنحن مفضل لكن مش شرط يعني حسب ما راحتك يعني وده مسلا عمل حملة اعلاني على منتج كله طبعا شرح عملي مية بالمية وده بعد ما جابت مبيعات الحمد اللي بنعملها للحملة مسلا سكيلينك اه عشان اه نشيل كلمات المفتاحية المشغالة ونتركها للشغالة طبعا دي بعد ما تجيب مبيعات ده كورس الربح من في عنا كورس التاني اللي هو الربح ماكس بونتي ده كورس الربح من ماكس بونتي الفين وعشرين برضو صار سبعة وتسين دولار ومن هنا تسجيل الدخول زي كورس كليكبانك والمراحل تقريبا المتشابهة طبعا نحن شغلنا مع اه وفي عنا كليك ماجيك وهوت جار طبعا كلهم نبدأ بالخطة المجانية عشان نحقق الفلوس ان شاء الله ونعمل الحملات وبعدها نشتغل بالشغل الثانية في عندنا نحن مع اضافة كوبونات طريقة اضافة كوبونات نحن الكورس شارحين الكورس بالنسبة على الربح على الكوبونات الصراحة ان كان اون وان كان اوف عشان نوقف على اجرينا نبدأ نشتغل وبعدها منعود ان شاء الله بنشتغل تمويل عادي ودي مسلا حملة عملنا حملة اه خطوات الجزء الاول الجزء التاني بعد عملنا لسكيل بعد ما اجبت مبيعات ولا الحمد تا كورس الربح ماكس بونتي الان ننتقل البونس اللي خاص بشركة اللي بشترك فيها طبعا احنا عندنا اشتراك عليها البونس بتضمن انه اطلاق حملة اعلانية من الف للياء يعني من ايت وزد سعره خمسة عشرين دولار راح اتعوده مجانة ان شاء الله طبعا ما حدث هو الكورس اطلاق حملة اعلانية من الالف للياء الجزء الاول جزء التاني يعني ده البونس هو عبارة عن ملخص كيل الكورس ده بشكل عملي طبعا ده كورس عملي لكن ده مشينا من اول خطوة مسلا طريط اختيار منتج بعد اه التعديل على صفحة لوبوت بعد ربط بالتتبع بعد مسلا عملنا حساب اه اه سوينا كلمات مفتاحية عملنا لسكيل للحملة ده كده بكون خلاصنا البونس اللي هو العبارة عن جزء حوالي ساعة ونص طريبا فيديوهين شرح من من الالف للياء يعني مختصر كل الكورس بشكل عملي كده بكون خلصنا ان شاء الله شرح العرض اللي عاملينه نحنا اه شركتنا سريراب ريفيو دوت كوم وزي ما حكينا بالضبط يعني نتمنى تتأيدوا بالتعليمات نتمنى انه يكون ان شاء الله تحققوا رباحة تحققوا فلوس فنحن مش عاوزين اشتراك تشتركوا باستضافة فقط عاوزينكم تحققوا فلوس ان شاء الله وصلوا ان شاء الله لارباح كبيرة بازن الله نتمنى انه تطبقوا عملي هالاشياء نتمنى باخر الفيديو تعمل لايك للفيديو تعمل سبسكرايب تشترك بالقناة زمالك مشترك وتعمل له شير على وسائل التواصل كان معاكم بشار سراج الدين من مراجعة شركات الاستضافة والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله